يسعد صباحكم ومكملين يوم جديد معاكم ومعنا سحر عوض مصممة إكسسوارات صراحة عم بتصمم الإكسسوارات من مواد طبيعية شو هي هاي المواد رح نعرف أكتر من سحر ونحكي أكتر عنها التصميم الرائعة صباح الخير ونورتينا بيوم جديد حبيبتي هذا نوركم حبيبة قلبي أهلا وسهلا يعني سحر احنا بتعودين الإكسسوارات بتكون مصنوعة من بلاستيك مصنوعة من نوع معدن معين بس أنت المواد اللي عم تستخدميها صراحة فاجأتني فخبرينا المواد عم باستخدمهم أنا حابة يكونوا طبيعيين أكتر لاش طبيعيين؟ بعيدا عن الإشياء اللي عم نستخدمها من زي ما حكياتي بلاستيك ومعادن مش حقيقية عم بتضر كتير بالبيئة وبطريقة تصنيع تبعتها حتى إحنا ممكن نتحسس منهم لما نلبسهم بالضبط النور الطبيعية بتضلها إشي موجود أصلا من البيئة حوالينا حتى إذا كمستهلك لما استخدمها بعد فترة أخدها مني ما حاب أنه يتكمل معه ليفترض ضاعت وقعت حاب يرميها أي شيء برضو هتكون جزء من الطبيعة لقدانه نحن عم نحكي عن مواد مثل خشب عم بحكي مثل صدف حتى هو عم يقتنيها ما راح تتغير مع الوقت مثل إنه لونها راح يروح ليفترض شكلها بتغير أو بتصير شو ما حيصير فيها ما بتتغير بظلها مثل ما هي معه فهي الأشياء أو بعض الأمور اللي خلطتي أرغب أني أعمل أكتر مواد طبيعية ومن الخشب كمان فيه مزبوط فيه من الخشب فيه كمان عدم جمل كتير ناس تفكر إنه مثلا أنا بروح بقتل الجمل ذات نفسه مثلا أنا ما بقتل الجمل فعليا إحنا عنا هنا بناطق برضو معروف هذا الشيء إحنا بناكل أو بيكون في بعض المناسبات بناكل جمل فأنا اللي بعملوا إني أنا برجع بحيي هذا الجمل من أول وجديد بطريقة أو بأخرى بطريقة أنه ممكن الناس تأخذها بمعنى تلبس قطعة مصنوعة منه بمربض بطريقة معينة لحتى يتم استخدامه كخامة إني أنا أستخدمها لإكسسورات ممكن أحرف ممكن يكون جوا ديزاين معين حدا حابه وستيل هو كتير سيني سبيشال كتير مميز لحنا يكون لابس مثل هكذا أكيد طب فرجينا إشي معمول من عضم الجمل مثلا عندنا هذا المكعب اللي أنا بعملهم المكعب هذا معمول النقطة البيضة منها هي عضم الجمل وعلى فكرة هاي هي المعدة الخام طبعته أوكي أشوفها تفضلي لسه بمر بإشيء أكتر لحتى يصير أكتر من هيك صافي ولونه أجمل كمان خشب مثل هذا الأنواع عن الخشب الطبيعية فيه أكتر من لون فيه كمان لون الأغمى هذا كيف ممكن يكون مثلا بيتحول مثلا لقطعة حلق مثل هيك شوفي شوحي خلينا نفرجيها للكاميرا هذا معمول أكتر للأشخاص التي عندهم الخزق دان تبعهم مثلا كتير كبير وبيقع حلق هذا مثلا بحل هاي المشكلة صراحة روعة طيب سحر كيف اكتسبتي مهارة تصميم الإكسسورات بهاي المواد اللي بنعرف شغلها باختلف عن البلاستيك والمعادن يعني بتخيل العظم بده وقت لتقدري تشكليه وتعمليه بالطريقة اللي بدك إياها مزبوط صحيح هلا أنا أبلشت من زمان 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 بتقصص تصميم بأكتر من مادة ما كان دغري بلشت بهاي المواد كنت حابة إن كمان أبلش بشي أنا عم ببلش من الصفر ما بدي مادة تكون أصلا جاهزة أو من بلد تانية أو زي ما حكينا مصنعة من البلاستيك هاي المواد كتير جذبتني إن أبلش أفهمها دايما حتى إلا ما بنستخدم معادن فضى دهب لازم نفهم المادة نفهم إحنا أدابنا نروح معاها بالتصميم اللي بدنا نشتغله المواد الطبيعية لسه معقدة أكتر لأنه إنت مثلا بدك ممكن تقصيها تنكسر معاك تخرب أو زبط أو تنكسر ما في ناتل ندقها وتنتمدد زي ما نقول لنتن ذهب وفضة فهجالة بدهم محاولة وخطأ كتير بدي أجرب هذا التصميم بدي يكون أكتر من محاولين ممكن يكون أول ديزاين هو العندي المبدئي بدهم يبلش أزبط الزبط أخذت دورات في هذا الموضوع أخذت كمان بالتصميم ذات نفسه بأكتر من مكان تجهت الكثير من الصميمين زي عزة فهمي مثلا أخذت عندهم كورسات كيف أصمم كيف أفهم المادة أكتر لأنا أشتغل فيها كيف أبلش الديزاين تبعي من الصفر لحد ما يوصل لآخر المنتج اللي هو موجود هون تمام نروح على المادة الثانية اللي أنت بتستخدميها وزي ما إحنا شايفين الصدف أول شيء من أين بتروحي بيجي بالصدف؟ شكلك تنزلي على العقبة شكلك تنزلي على العقبة قولينا فيه أشياء عنا بالبح الأحمر ورد فيه أشياء بفلسطين موجودة خاصة هاي الصدف اسمها أبلوني شو حلوة برضوه معروفة دعوة الكاميرا تأخذها من جوة دقيقة كثير ألوان الصدف تتحكم فيها هاي شوفوا من جوة قدي حلوة شوفوا ألوانها معادي بالضبط ألوان الصدف كتير رائعة حتى الصدف برضو فينا نشوفه أو هذا الفن موجود برضو بكتير عندنا إياه بالتراث تبعنا الموجود بمنطقتنا إذا بتتذكري أو بتعرفي الأثاث اللي كان يدخل فيه والصدف بالضبط هذا الشي موجود فأنا حبيت أرجع أحيي مرة تانية لأنه الأشخاص هم ياخدوا هاد الأثاث كتير بكلف شوفي يا سحر وإحنا صغار كانت متعتنا تجميع الصدف ما نروح على بحر إلا نعبي كيس هالأدة ونجمع وننطفه وبعدين ما نعرف شو نعمل فيه صراحة جبوا لي يا إبو إذا كنت تعملوا هاد الشي جبوا لي الله سحر طيب قولي لي فرجيني شغلات معمولة من الصدف في مثلا مثلا هلأ في صدفات أنا ما بحب ألعب فيهم مثلا في هذا الحلقة اللي أنا لابسيتو هو صدفة فاللي أنا عملته بهذه الصدفة إني أخدتها مثل ما هي صراحة إحنا نشوف أشياء كتير بالطبيعة بحكي سبحان الله كيف معمولة وشوفي الألوان عن جد سبحان الله كيرب تقول لوحة كتير جميلة فلأنا جبتها مثل ما هي حولتها لحلق ولبستها في أشياء تانية مثلا متوا موجودين هنا بأنوان صدفة تانية مثل هذا القطع البيضة في برضو طلعي كيف ألوانها موجودة أنا ليش ما بشوف إلا الصدفة السادة الأبيض اللي ما علي ولا لون كيف يعني أنا حاجب لك يا هم يعني ألوان 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 بدنا هيك نشوف ألوان قوز قزح مثلا في كمان استني خلينا سحر نفرج الكاميرا مبين أوكي روعة نفرجيهم كمان هاي القطعة شوفوا الألوان أوكي في مثل هدولة اللي بيكونوا هون برضو هدول روعة صدف وخشب مع بعض وبردو هذا فيه ألوان روعة هاي على طلبك كتير حلوس هلأ في أشخاص كمان بيختاروا جزء معين من الصدفة أنه يكون موجود بقطعتهم بالضغط فبردو أنا بأخذ جزء اللي ملون زي ما هم بيحبوا أو السادة أو السادة طبعا اللي هو بيناسبهم يعني جزء من شغلي أنا بيكون حسب ما الشخص بحب أنا بدي هذا الستايل بدي هاي الفكرة بدي هذا الموضوع لإني الفكرة الأساسية غير إني بيستخدم مواطع طبيعية أنا بحب أنقل قصة يأما بتكون شخصية للشخص حابب فكرة معينة بتعني له حلو أشي قريب جدا إليه أو شخصي بحولها لإشيه ممكن يلبسوا تضلها معه روعة وكما ممكن يكون إشي تاريخي ممكن يكون إشي ثقافي وفيه أشياء كثير جاي إن شاء الله عن الثقافة عن الأردن خصوصا حلوة كتير أنا عم بتفرج على التعليقات اللي أنت لابستيهم سحر صراحة روعة ترتيبك لإلهم واشرحي لنا عنهم أكتر إذا بدنا نبلش بهذه القطعة هذه القطعة في منها هذا الشكل وفيه كمان منها هذا الشكل أمسكم جميعا إذا بتقدر الكاميرا تأخذها بتقدر الكاميرا تأخذه أهلا بشيح أنا حكيت فكرة إنه إحنا أنا بعمل احتماد على قصة ففيه قراءة إنه بحكي لكل شخص إله أكتر من وجه المعكس محطو بهاي القصة إنهم ثلاث وجوه فأنا أحبيت إني أنقل هاي الليل إنها شوي تربط لواقعنا شوي هي مش بطريقة مو والله يا سحر منشوف وجوه كتير لزعى ثلاثة أمورنا تمام كنت كنت بطريقة منيحة وبطريقة مش جيدة يعني عادي بس الفكرة حطيت أنا واحد تنين ثلاثة بتحكي إنه في وجه ما حدا بيشوفه عند الشخص بس هو بيعرف عن حاله وفيه وجه بيفرجي لأشخاص مثل أهله أحبابه وفيه وجه التالت اللي هو للأشخاص الغريبة عنا أحب نفرجيهم إياه وهذا الشي يعني طبيعي بس حبيت إنه فيكتي ناس بتقول آه فعليا هذا الشي قريب من اللي أنا بعيشه أو أنا عندي إياه مثلا فبيقربوا للقطعة أكتر فيه الأحرف كمان طب قدي بتاخد منك وقت زي هكذا؟ هلأ في عندي قطعة بتاخد ممكن ساعة في قطعة بتاخد ست ساعات وفي قطعة بتاخد أيام حسب حسب قدي معقدة حسب قدي كل واحدة فيها بدها حفر أكتر نقش أكتر أسقصة أكتر حف أكتر فكل ستايل وكل موديل بيكون إلو أيام مختلفة أو وقت مختلف بس بالأخير نطلع بقطعة كتير جميلة طيب سحر كيف عم بتسوقي لمنتجاتك؟ أوليلي للأشخاص اللي بيحبوا يطلبوا هالقطعة الحلوة وين يبعتوا لك؟ واسم صفحتك على الإنستجرام اسم صفحتك على الإنستجرام أكتر شيء أنا عندي على السوشال ميديا الإنستجرام هو سحر جولري موجود هنا عندي كمان على اللوغو إذا بيقدر الكاميرا تاخده S-A-H-A-R وكلمة جولري مجوهرات بالإنجليزي كمان بشارك بأكتر بين بازارات هلأ على الصيف رح يكون في عنا جارة جارة هو بيكون كل يوم جمعة طول اليوم بيكون الصبح للليل فالحابب بيشوفني أو يشوف الأغراض أو يعرف أكتر كيف دول بنعملوا يتفضل لعندي وإذا بتابعوني بيشوفوا أنا وين بحط أغراضي أكتر خلص شكرا لإلك سحر نورتين وصراحة يعني أنت قصة نجاح بنحب أن تكوني معنا بيوم جديد ونشوفها الزوء الحلو بالإكسسوارات تسلمين شكرا 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 أهلا وسحة